السلام عليكم في مراجعة الحلقة ثلاثة واربعة من مسلسل سفاحة الجيزة حكيت الجملة التالية برجع بأيكم يا جماعة كل هذا الكلام اللي عم نحكيه بناءً على الأشياء اللي شفناها ممكن بالحلقة الخامسة السادسة السابعة الثامنة يصير شيء معين يخلينا نقتلع زيادة نحن عم نحكي بناءً على الأشياء يلي شفناها فنعم يا صديقي أقنعونا وتحديداً بالحلقة الخامسة الحلقة يلي غيرت شكل المسلسل بطريقة كتير كبيرة كشفت لنا الكثير من الأشياء كشفت طريقة تفكير شخصية جابر إضافة لنقطة جداً مهمة عطتنا سبب تاني بتخلي دافع لحتى هاي الشخصية تكون قاتلة وتكون على هذا الشكل اللي نحن عم نشوفه حالياً فولادة سفاحة الجيزة لو كانت فقط بسبب أنه الأم أتلت الأب وهو كان شاهد على هذا الموضوع كان حيكون في عنا مشكلة كتير كبيرة ولكن يا صديقي بالحلقة الخامسة والسادسة توضحت الأمور تماماً والكثير من الأشياء صارت فنطقية أكتر وصارت مقنعة أكتر نرجع منعيد ومنأكد الكلام اللي حكيناه في الحلقة السابقة أنه الأشياء اللي عبت صير حالياً في هذا المسلسل من الدوافع سواء من الأم هي وعبت قتل الأب عبت قتل زوجة أمام ابنة سواء من الأشياء اللي حالياً عم نشوفها بشخصية ونفسية سفاحة الجيزة اللي هو جابر كل هاي الأشياء ما صارت على الأرض الواقع إنما هي للضرورة الدرامية لحتى نكون نحن كمشاهدين مقتنعين بالدوافع اللي موجودة عند هذا الإنسان وعمليات القتل والسفاح خليني نقول أو التسفيح اللي عب يعمله الآن بالحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كان في بعض النظريات اللي الناس كانت عبتتداولة بين نفسها أنا ما حكيت في أي نظرية لأنه من خلال المراجعة بحكي على الأشياء الرئيسية وبترك النظريات اللي بعدين ممكن حلقة مفصلة ممكن ما أحكي عن توقعاتي ونظرياتي ولكن الشيء اللي كان واضح قدامنا بعض الأشياء موحدة من هاي الأشياء على سبيل المثال إنه زينة تكون ميتة وفعلا جابر يكون عب يتخيل قدامه ووحدة من الأشياء اللي كمان كتير من الناس حكيت فيها إنه شخصية زينة ممينة ممكن تكون مصابة بالملازمة ستوك هوم وهي الملازمة طبعا تعريفها بشكل جدا مختصر إنك أنت بتقع بحب الشخص اللي بيكون خاطفك وأقرب مثال على هذا الموضوع شخصية ستوك هوم ذات نفسه بمسلسل لكاسا دي بابل وقت اللي وقعت بحب دينفر وكمان كان في عنا الكثير من النظريات ولكن الشيء اللي صار بالحلقة الخامسة كشف الموضوع تماما يلي صار إنه كان جابر عب يتخيل زينة فعلا قدامه وهي موجودة ولكن عب يتخيلها بطريقة معاكسة عب يتخيلها وكأنها هي الإنسانة اللي فعلا بتحبه يلي إنه هي برضيان تضل في هذا المكان محبوسة ومربوطة من إيده ومن إجره وما عنده أي مشكلة لأنه هي فعليا بتحبه فالشيء اللي صار إنه جابر كان عب يتخيل شخصية زينة كمصابة في متلازمة ستوك هوم هي ما لا مصابة ولكن هو عب يتخيل هيك أما الحقيقة فهي كانت ما لطهيقته أبدا على سبيل المثال المشهد اللي كان طلع بالحلقة الثانية أتوقع واتكون لابسة رداء أحمر مشوف ما بيناتهم هيك ذاك العشاء الرومانسي وأكيد ما هو بالأجواء الرومانسية ولكن بتحس إنه فيه حبين بعضهم هذا المشهد على سبيل المثال بيطلع عنا في الحلقة الخامسة إنه جابر هو اللي حيضت المكياج غصب لعنا وهي كانت عب تبكي وكانت أرفانته فبالتالي تفكير جابر كان عب يشوف قدامه زينة كشخصية مصابة بستوك هوم ولكن هي ما لا هيك وهي ما لا طيقته أبدا فاليوم زجينا وحكينا عن الدافع اللي موجود عند هاي الشخصية لحتى يكون قاتل لحتى يكون سرفاح الشيء الأول الماضي مع أمه واشتون قاتلت أبوه أما الشغلة الثانية هو شتون بتخيل الإنسان اللي قدامه إنه هو بيحبه هذا الشيء بيدل على نقص في الثقة اللي موجودة جواته على إنه هو من الممكن ينحب من الناس اللي مقابله قدامه فتعدد الشخصيات اللي بيعملها باللي بأسماء مختلفة مع الشخصيات النسائية المختلفة الموجودة كلها محاولة لحتى يقنع نفسه بإنه الشخص اللي قدامه بيحبه هاي هي المشكلة النفسية يلي عبتصير معه إضافة للدافع الأول اللي حكينا عليه وهونه الموضوع النعم صار مقنع وطبعا الشيء اللي بيدل على هذا الموضوع التحديدا إنه أخت زينة يعني زوجته بتشرح الطريقة اللي اتعرفت على يوسف فيا أو على جابر يعني الشخصية التانية منه اللي مختلقه هو فعليا بتشرح له إنه أنا كنت عب بشتغل في هذا المحال اللي هو تليفونات ففيجي لعندي وأنا يعني كنت بدي بس أتزوج يعني أنا خلاص بس كنت أتزوج لحتى أخلاص من أهلي وأطلع من عندهم وأستقر لحالي فبالتالي هي كمان نقطة جدا مهمة إنه هي ذات نفسه ما بتحب زوجها فهي كمان نقطة بتخليه بتعزز فكرة إنه هو عنده مشكلة نفسية في هذا الموضوع إنه ما حدا بيحبه الناس اللي موجودة حوالي ما حدا بيحبه أمه ذات نفسه دائما بتشوفه بطريقة سيئة والأشياء اللي شفناها نحن مو سيئة إنما بتعاملوا بطريقة شوي خلينا نقول آسيا عليه فهذا الشيء اللي كمان نحن شفناه في الحلقات السابقة والمشاهد اللي طلع مع أمه فيها فهون نحن صار الموضوع التوقع واضح ومباشر الأسباب والدوافع صارت منطقية لهذا السفاح طبعا ما ننسى إنه إن أثني على الممثلة اللي عبت قوم بشخصية زينا اللي هي راكين سعد ممثلة بصراحة جيدة جدا في هذا المسلسل أو بالحلقة الخامسة تحديدا والحلقة السادسة حتى فرجتنا أبعاد مختلفة أبعاد درامية لهذه الشخصية شلون كانت عبت تعيش معين ولكن بالحقيقة هي كانت عبت تعذب نفسيا بطريقة كتير كبيرة اللي عبت تكره الشخص اللي قدامه فعطتنا هذا الشعور بطريقة جدا ممتازة الآن في نقطتين بدي أحكي فيه النقطة الأولى إنه كان في عنا التصميم لبعض المشاهد بطريقة جيدة التصميم الأول للمشاهدة اللي عبت أحكي عليها المطاردة اللي صارت ما بين جابر وما بين الشرطة بصراحة كان التصميم المطاردة لذات نفسها كان جيد ما كان عندي أي مشكلة فيه إضافة للنقطة الثانية التصميم مشهد الحريق كمان كان معمول بطريقة جيدة طبعا مشهد الحريق اللي صار بعد ما شفنا الحقيقة كاملة فكان المشهد شوي معبر وحماسي أكتر فتصميم هدول المشاهد هون منرجع نحن للإخراج ومن أثني على الإخراج ومنقول إنه كان فعلا عب يشتغل المخرج بطريقة جدا ممتازة بهاي تصميم هاي المشاهد أما النقطة تانية اللي بدينا نحكي عليها هو هو توقع الصغير للشيء اللي رح يصير في الحلقة السابعة والتامنة أو تحديدنا في حلقة السابعة بنهاية الحلقة السادسة بنشوف شلون فعليا المحقق بيروح عند أمه لجابر وبيخليها تتصل فيه وتقوله إنه تعال عندي بسرعة الشيء اللي رح يصير هون توقع الشخصي إنه رح يلجأ لابنه للمحقق لأنه نحن من خلال الحلقة الخامسة والسادسة شفنا تطور جدا مهم بشخصية الابن والأب يعني المحقق وابنه شفنا شلون تصالحوا مع نفسهم ولأوا وصيلة إنه هون يتواصلوا مع بعض فيها ولكن لسه في شيء معين في حبة الكرز على هذا الجاتو لازم تكون موجودة فهي الحبة اللي رح تصير هي إنه جابر لحتى يفلط من إنه هو يمسك من قبل الشرطة في هذا الموقف يستغل هذا الموضوع يكون بيعرف عن ابن هذا المحقق وبسبب العلاقة اللي صارت أو اللي تصلحت مع بيناتهم هي حبة الكرز اللي رح نحكي عليها هو إنه يروحوا يخطف الابن أو حتى من ممكن إنه يقتل الابن فالتالي المحقق رح يأخذ الموضوع بشكل شخصي أكتر ويصير فيه علاقة حبة الكرز تكون ما بين المحقق وما بين ابنه هاي المشاعر رح نشوفها بطريقة كتير كبيرة فأتوقع إنه جابر رح يفلط من هذا الموضوع يكتشف إنه الشرطة موجودة عند أمه ويروح فوراً لعند ابن المحقق لأنه التركيز اللي كان موجود على المحقق وابنه كان أتوقع واضح من خلال هذا الموضوع والدليل على هذا التوقع يلي ممكن يعني يستغلوا لحتى يكون الموضوع شوي منطقي أكتر إنه الحديث اللي صار مع الابن وقت اللي بيقله إنه بعد المدرسة رح أعدي عليك وأخذك أرجحك للنادي فصار في عنا وعد من طرف الأب أني أنا رح أخذك وأوديك هل من الممكن هو فعلاً يروح يقضه ويوديه ولكن يا أم مع المشفى يا أم مع الأبر ما بتعرفش رح يصير ولكن كل شيء كان عبي تم بناءه من ممكن حتى نوصل إنه جابر يستغل هذا الموضوع وياخد الابن طبعاً الموضوع كله عبارة عن توقعات ممكن تصيب ممكن تخيب بس يعني هذا الشيء اللي كان موجود ببالي حبتي أحكي لك ياه وإنه يا صديقي نكون قد انتهينا من مناقشة ومراجعة الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل سفاحة الجيزة بصراحة المسلسل أخذ منعطف مختلف تماماً صار أجمل صار أقوى صار في عنا لفتة جميلة من الناحية الدرامية والناحية الغموض انكشف الكثير من الأشياء الجداً مهمة للمشاهد لحتي يفهم دوافع هاي الشخصية وليش عبي يعمل كل هاي الأمور بصراحة الحلقة الجميلة جداً وتقييمي للحلقة الخامسة تماماً ومصباً عشرة الحلقة السادسة رح تاخد تماماً من عشرة وإذا أعجبكم هذا الفيديو لتنسوا أكيد إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس إن شاء الله مراجعة للحلقة السابعة والثامنة الأسبوع القادم رح تنزل بشكل سريع جداً ما رح أطول عليكم فضر لي كمان تحطوا لايك على الفيديو وتعطينوا رأيك وناها الحلقة والتحدث في الكومنتات نجدكم في القناة القادم السلام عليكم